ربما تقف تونس على مفترق طرق إذ تسود البلاد حالة من الغموض تلف المشهد السياسي فالأزمة في هرم السلطة وصلت إلى مرحلة حارجة كما يصف البعض تلك الأجواء المشحونة يأتي الاجتماع المرتقب بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام لمشيشي بهدف نزع فتيل الخلافات التي أدت إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية مواقف سياسية متباينة للرجلين تستبق اللقاء كان آخرها رؤية كل منهما تجاه المسيرة التي انطلقت السبت بدعوة من حركة النهضة إذ انتقد الرئيس قيس سعيد المسيرة المثيرة للجدل مؤكدا أنه لن يقبل ما وصفه بالمقايضة في حق التونسيين أو المزايدة في سيادة تونس موقف رئيس الجمهورية المنتقد لحركة النهضة فسره البعض على أنه انتقاد غير مباشر لرئيس الحكومة هشام لمشيشي المدعوم من الحركة في المقابل اعتبر لمشيشي أن خروج الأحزاب السياسية بمسيرات في الشارع يندلج في إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور وكان رئيس الجمهورية قد تمسك بعدم قبول الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية أمامه وهو ما سبب جدلا قانونيا وعمق من الأزمة بين سعيد ولمشيشي بدوره يرى الاتحاد التونسي للشغل أن تونس تعيش مأزقا وأزمة مضاعفة ليس فقط بسبب الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية بل أيضا بسبب خلاف رئيس الجمهورية مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ويتهم اتحاد الشغل رئيس الحكومة بعدم استغلال الفرصة لتشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن التجاذبات السياسية ترجمة نانسي قنقر